الأهداف بالعراق متسارعة متشابكة معقدة تدعونا والجميع أن نقرأها بعناية وبدقة والكل مطلوب منه في هذه الفترة أن يمارس العقل والمنطق والحكمة في التعاطي مع كل الأشياء سواء كان قد اتفق معها أو اختلف لأن مصلحة البلد تقتضي أن يكون الحكماء والعقلاء الصوت الأعلى والأكثر مسموعات لأن هذا البلد قد نجف كثيرا وتعب كثيرا ويحتاج منا جميعا بالإعلام بالسياسة بالهدب بالفن بالثقافة في كل المشاهد أن نحتضن جراحاته وأن نداوي هذه الجراحات وخلونا شوية أيضا نجي على أنفسنا وأن لا تأخذنا العزة بالإذن وأن نتعامل بمنطق ووعي وقراءات دقيقة لما ستقول له النتائج نعم لسنا كلنا نفهم بطريقة واحدة ولكن هناك من يستدرك وهناك من يدرك وهناك من يتحسس وهناك من يستشعر بالخطر وحين يمر أو تشعر أن وطنك بخطر فعليك أن تتخلى عن الكثير من أجل هذا الوطن الجريح اليوم وقد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات العراقية انتخابات تشرين لعام واحد وعشرين جميل جدا أننا توصلنا إلى هذه النتيجة ومن المعطيات التي يجب أن تشير لها باحترام كبير أن المفوضية العلية المستقلة للانتخابات دافعت عن جهدها وعملت موضوعية وآلية مع جميع الطعون ولم تتعامل مع منطق الدعاية أو تخضع لمنطق التهديد والوعيد والذي تغيره هو خمسة مقاعد هذه شذرة جميلة للمفوضية وللهيئة القضائية وللقضاء العراقي أنه القضاء والقانون والدليل هم الذي يجب أن يحكم وليس التصريح السياسي الجهة الثانية حتى القوى التي تسمى بالخاسرة ونقولها للتاريخ حتى هذه اللحظة تمارس حقاً قانونياً ودستورياً وهذا حق مكفول ويحسب لها الحدث الأبرز هو ما أعلنه السيد قاسم العرجي قبل يومين من الآن عن نتائج التحقيقات الأولية عن الطائرات المسيرة بالدليل والوثيقة والشهادة والصورة وما عرضته اللجنة التحقيقية هذا أيضاً يعطيك إشارة أنه القانون يجب أن يسود على الجميع وأن الذي يخطأ في لحظة كان ذهنه شارداً أو كان مغروراً أو كان مبتلاً أو كان عبداً أو كان حاقداً أو كان خارجاً عن الصف الوطني بأي من هذه العناوين أو ما تضيفونه يجب أن يخضع إلى القانون وإلى الحساب وإلى العقاب بغض النظر عن الجهة التي تحتضنه أو ينتمي إليها أو يرتمي بأحضانها ولذلك الرجل كما في هدوئه المعهود قدم لنا فرشة من الأحداث وهذا هو السياق الذي كنا من زمان ننادي أن نثبته أن أخرجوا على شعبكم وقولوا له الحقاب يعني يجب أن تنتهي لغة المسيرات ويجب أن تنتهي لغة السلاح ويجب أن تنتهي كل هذا الضجيج حتى يحكمنا القانون وعندما يحكمنا القانون سنكون لدينا وطن ونحتاج لقادة يحترمون القانون ونحتاج إلى مشرعين يذهبون إلى البرلمان بأصوات الناس وليس بقرقعات السلاح أو بالتجوير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر